هذه التماثيل لاقت تقديرا محليا وعالميا لكن منحتها بيديه لاقى حتفه من شدة التعذيب على يد عناصر امن النظام بلدة مارماريتا اتشحت بالسواد حزنا على واء القسطون فنان سوري اخر دفع ثمن الكلمة في زمن تجري الدماء في سوريا بالجملة واء القسطون من مواليد قرية مارماريتا في وادي النصارى عام ستة وستين متزوج وله ولدان وشارك في العديد من المعارض الفنية داخل البلاد وخارجها تم اعتقاله بتهمة التحريض على انتقال الحراك الثوري لوادي النصارى كما اتهم بمساعدة اللاجئين من مناطق اخرى كحمص وحماء سجل حافل للنظام السوري بالاعتداء على الفنانين لم يكن وائل اول فنان يدفع ثمن موقفه ولا اخرهم علي فرزات رقم اخر في المعادلة السورية نال قسطه كذلك من اعتداء كان سيتسبب بمقتل موهبته عندما كسرت اصابعه لمنعه من رسم الكاريكاتير كما العازف العالمي مالك جندلي لم يجد النظام طريقا له خلف الاطلسي حيث يقيم فانتقم من عائلته في حمص بعد ان احرق منزل والديه اما الاسبقية في الثورة فتبقى لمنشد التظاهرات الاشهر ابراهيم قاشوش الذي تحولت اغنيته يلا ارحل يا بشار لاحدى سيمفونيات الثورة السورية بعد ان افتلع النظام خنجرته محمد دهمش العربية